اشتركوا في القناة الآن ندخل بتفاصيل أخرى تتعلق بنفس التاريخ وبنفس المنظومة الجغرافية التي تتحدث عن التوراة أهم نقطة ممكن نتحدث عنها أو التي يعني الإسرائيل والحركة الصونية صدعت العقل البشري فيه وهي موضوع الهيكل هيكل سليمان هذا الهيكل أين كان؟ هل بني في القدس؟ هل القدس هي فعلا المكان الذي بنى النبي سليمان؟ هيكله فيها أم هناك روايات أخرى تعارض أو تعاكس هذه الرواية؟ نعم يعني بالبداية دعني أقول أن كلمة هيكل في العبرية تعني بيت والمقصود بيت العبادة كلمة هيكل في العبرية بيت بمعنى بيت العبادة إذا كانت سليمان النبي عليه السلام بنى الهيكل فالتوراة واضحة وضوح الشمس وهي تقول أن الهيكل بني في الجبل هذا يعني أن المكان الذي بني فيه بيت العبادة هو مكان جبلي هذا أولا ثانيا أن بناء الهيكل ارتبط بقصة اللقاء بملكة سبا وبالتالي يصبح خارج كل منطق تخيل أن سليمان التقى بملكة سبا ثم ذهب إلى فلسطين ليبني الهيكل خارج كل منطق في حين أن النقوش والسجلات الآشورية تتضمن الكثير من المعطيات التي تشير إلى أن الآشورين بنوا هياكل وليس هيكل واحد عدة هياكل وبالتالي يعني تصبح أجواء القصة التوراتية أو القرآنية عن لقاء سليمان وبلقيس منسجمة جغرافيا بمعنى أن هناك لقاء مع ملكة من ملكات سبا وسليمان بنى في هذا المكان معبدا من معابد الرب الآن التورات لا تقول أن ملكة سبا اسمها بلقيس والقرآن لا يقول أن ملكة سبا هي بلقيس الإنجيل إنجيل لوقة يقول أنها ملكة تيمن ولا يقول أنها ملكة سبا في هذه الحالة لدينا نص من التورات يقول أنها ملكة سبا ونص من القرآن يقول أنها ملكة سبا لكن الإنجيل تقول أنها ملكة تيمن اسم بلقيس لا وجودة له لا في القرآن ولا في التورات طيب من أين ظهر هذا الاسم؟ بلقيس ليس اسما دالا على الملكة عندما بنى سليمان المعبد بيت الرب حسب السجلات الأشورية ولديك نقش شهير سرجون الثاني 727 قبل الميلاد هذا النقش شهير يقول أنا أسميت هذا المكان أسميته بلقيس أنا أسميت هذا المعبد أسميته بلقيس هذا نقش من سجلات المتحف البريطان هذا تعني كلمة بلقيس في هذه الحالة إذا كان سرجون الثاني في سجلاته يقول أنه هو الذي سمى هذا المعبد سماه بلقيس هذا معنى أننا يجب أن نتأمل في الفكرة القائلة أن ما يعرف اليوم بمحرم بلقيس أو عرش بلقيس الذي هو في سرواح في اليمن في اليمن هو ذاته هذا المكان الذي يعني أطلق عليه سرجون الثاني اسم بلقيس كلمة بلقيس مؤلفة من مقطعين بل وقيس البل هو اسم الإله الآشوري آشور بني بل آشور ناصر بل كلمة بل أو بال تعني بعل الإله بعل يعني الإله بعلي الإله بعلي الإله الآشوري بل أو بعل وبالناسبة هو ذاته هبل ما يسمى هبل هو تكرار هو نفس الهاء هذا التعريف الهاء البل أو البال أو البل يعني بمعنى هابعل في هذه الحالة إذا كان سرجون الثاني في سجلاته يقول أنه سمى المكان وهو مكان صرواح سماه بإسم بلقيس هذا يعني أنه أعادت تسمية المعبد نسبة للإله قيس بلقيس الإله الشديد نعم الإله الشديد الآن دعنا نعود مرة أخرى إلى يعني المسار الذي يعني اختطته قصة أو رواية بلقيس قصة اللقاء بين سليمان وغلقس هذا كلنا نحن في إطار الرواية التوراتية والتناخية وليس علاقة بروايات أخرى مثلا الرواية التي جاءت في القرآن لا احنا نتحدث الآن عن الرواية التي وردت في التورات النص الموازي بالنص القرآني ربما يضيب بعض التفاصيل لا وجود لها بالقصة التوراتية منها أن النص القرآني يقول أن بلقيس أو ملكة سبأ بين قوسين يعني بلقيس ولأن القرآن لا يذكر بلقيس بين القوسين أن ملكة سبأ هي التي قالت أسلمت لله مع سليمان رب العالمين يعني كانت هي وقومها يعبدون الشمس صح ولكن عندما التقت بسليمان قالت آمنت بالله رب العالمين معنى أصبحت مسلمة البثير للدهشة أن النقوش التي بدانها من السجلات الآشورية وبعضها يرقى إلى 1245 قبل الميلاد 1245 قبل الميلاد مع نقوش شلمانصر الأول شلمانصر الأول هو الذي يتحدث كيف بنى التمبل معبد أو الهيكل أو الهيكل ويحدد جغرافية هذا المكان هو يقول أنه هذا المعبد بناه كما بترجمة يعني سيلاند هي ليس سيلاند بالحقيقة هي جبل بحري في منطقة جبل بحري أو مذكور هنا في منطقة بيت عديني أو عديني في النقش الآشوري يقول كينغ أو موشلم مردوخ إذن والمقطع السابق يتحدث بين بيت عديني هذا يعني أن شلمانصر الأول 1245 قبل الميلاد وصل إلى منطقة العدين يعني هو يذكر اسم عدين ولا يوجد مكان في العالم في كل جغرافية العالم لا يوجد مكان اسمه عدين فيه مقاطعة تسمى جبل بحري تتبعها عزلة جبلية تسمى مسلم سوى مديرية العدين جبل بحري عزلة بني مسلم في اليمن في اليمن يعني هذا التطابق المدهش بين النقش الآشوري 1245 قبل الميلاد وبين الوصف الجغرافي الراهن أنه هناك مكان اسمه عدين مكان آخر اسمه جبل بحري وعزلة جبلية اسمها بني مسلم طب على أي أساس اعتمدت الرواي الصهيوني وقالت أنه الهيكل الذي بنيه وبنيه في أورشليم وباعتبار أن أورشليم هي مدينة القدس الفلسطينية العربية الحالية يعني كيف تم دمج أو إسقاط هذه الرواية على هذه الجغرافية في الوقت الذي كل ما قلته أنه يشير إلى أن الجغرافية موجودة كانت في اليمن المصدر الرئيسي للرواية الاستشراقية اللاهوتية التي بنت كل المنطق الزائف القائل أن الهيكل بنيه في أورشليم كله يستند إلى سفر المكابيين عدى سفر المكابيين لا توجد في الحقيقة أي إشارات أن سليمان بنى المعبد في أورشليم أو أنه بناه تحت مكان كما هو الآن الحفريات التي تجري تحت قبة الأقصى يعني تخالف كل منطق يعني التوراة لا تذكر اسم القدس وبنيه فيه الهيكل ولا تذكر اسم أورشليم تذكر اسم أورشليم ولكن لا تقول أن هذا الهيكل يعني بنية تحت مكان هي تقول بنية الهيكل وفي الجبل بنية الهيكل وفي الجبل الرواية الاستشراقية اللاهوتية بنت كل قصة الهيكل استناداً لسفر المكابيين عندما نشب صراع بين القبائل بعد انهيار ما يسمى بالغزو الروماني لليمن وهذا سوف نتحدث عنه مطولاً بحملة إيكالوس جرى صراع بين القبائل وتمركز حول أورشليم الغريب أن يعني حرق الهيكل في أورشليم طبقاً لما ورد في سفر المكابيين جرى من يعني عدة مرات ومن قبل قبائل متحاربة وليس من جانب الرومان وهذا ما سنتحدث عنه مطولاً في الحديث عن الحملة الرومانية إذن لا يوجد في النص التوراة أي إشارة أو تلميح إلى أن سليمان بنى الهيكل يعني في أورشليم التوراة تتحدث عن هيكل بنية في الجبل طب هذا الجبل مذكور في أورشليم يعني استناداً إلى سفر المكابيين جرى وضع هذا الجبل في أورشليم لأن القصة التي دارت في سفر المكابيين دارت في أورشليم عندما أحرق الهيكل ولذلك قيل أنه إذن الهيكل هو في أورشليم بينما النقوش الآشورية لا تتحدث عن ذلك سواء النقوش سلمان الصر الثالث أو الأول أو النقوش سرجون الثاني تتحدث عن مكان هو في مأرب يعني السرجون الثاني النقوش واضح وصريح يتحدث عن منطقة مأرب وعن معبد سماه محرم بلقيس أو معبد بلقيس هو الذي سماه محرم بلقيس أو محرم بلقيس وهذا الأمر أكشفه لأول مرة لأنه هو من كتب الجديدة التي ستصدر قريباً وفيه عشرات النقوش عن محرم بلقيس كيف أن السرجون الثاني هو الذي سماه هذا المعبد الذي هو معبد عرش بلقيس أو محرم بلقيس هو الذي سماه بلقيس وهو الآن أنت قرأت النص يقول أنا أسميتها بلقيس أنا أسميت هذا المعبد في النقش المترجم من الإنجليز اللغة العربية يقول فعلاً أنه هناك تنبناء هيكل سماه محرم بلقيس أو معبد بلقيس وهو الذي سماه بهذا الاسم نعم وهذا نحكي عن شالمنصر هذا عن سرجون الثاني عن سرجون الثاني سعينية وسبع عشرين قبل الميلاد طب هل سرجون الثاني كان اسمه شالمنصر الآن إلى وقت قريب في الحقيقة معظم علماء الآثار والمؤرخين كانوا يعتقدون خطأاً أن سرجون الثاني هو شالمنصر الخامس التسلسل نعم نتحدث عن شالمنصر الأول 1245 قبل الميلاد ثم شالمنصر الثالث 835 قبل الميلاد ثم الرابع ثم الخامس الذي توهموا أن شالمنصر الخامس بين قوسين سرجون فيما بعد جرى تصحيح المعطيات أنه لا هذا اسمه سرجون الثاني وليس شالمنصر ولكن يبدو أن الالتباس ظل في الذاكرة الشعبية القديمة عند اليمنين أنه سرجون الثاني هو استكمال لشالمنصر الأول والثاني والثالث والرابع والغريب أن قصص هؤلاء متماثلة وتتشابه يعني لو أخذنا القصص التي تدور في حياة يعني هؤلاء الملوك من 1245 قبل الميلاد إلى 727 قبل الميلاد مع السرجون الثاني سنكتشف أنه كيف تشكلت الأسطورة الشعبية أو التراثية عن قصة سليمان وبلقيس وكيف أن سليمان فقد خاتمه وفقد بسبب ضياع الخاتم فقد عرشه هذه حدثت الحقيقة مع شلما نصر الثالث عندما ثار عليه أحد شلما نصر نفسه شلما نصر الثالث هو الذي فقد عرشه وأعاده إليه أحد أخوته وهو أدد شمشي الخامس هو الذي أعاده إلى عرشه نحن نقول أن شلما نصر وهو صار تقريبا مشابه أو مقابل للسليمان نعم الذي التقى بالقيسة التي هي كانت ملكة السبع أنا أتساءل أولا يعني سليمان عليه السلام أنا كمسلم يعني أنا أؤمن بكل ما جاءت به النصوص الدينية ولا أجادل في ذلك لكن أنا كمؤرخ ليس لدي أي معطى علمي من سجل أو أثر أو لقية أو بقايا آثار لغوية أو جغرافية أو تاريخية أو سجلات تدلل على أن هناك شخصية تاريخية اسمها سليمان يعني لذلك حتى علماء الآثار الإسرائيليين هم الذين قالوا أنه لم نجد أي أثر لا لسليمان ولا لداود في قصص التوراة عندما حفرنا في فلسطين لذلك سأفترض أن سليمان المقصود هو شلمانو الأول ولذلك يعني هذا يؤمن بداقية ولذلك حسب الرسم واللفظ الآشوري قديما أو حسب اللفظ العبري اللفظ العبري والآشوري في اللغة العبرية شلمان أو شلوم شلومو أو شلمانو كيف أصبحت شليمانو أو شلمانو شلمانو هذه علاقة بالطرق التي نطق فيها الإسم إنما الاسم واحد مشاهدين كرام فاصل ونعاود لمتابعة الحديث مع الدكتور فاضل الرباعي في إطار حلقات فلسط إسرائيل المتخيار ببقوا مشاهدين أعزائي أهلا بكم ثانية ونعاود النقاش مع الدكتور فاضل الرباعي في إسرائيل المتخيلة وكنا نتحدث عن اللبس الحاصل في ثلاث مسميات لشخص واحد شلومو بالعبري وسلمان بالعربي وشلمانسر أو شلمانو بالأشوري نعم أو بالمسند موضوع شلومو شلومو هذا الاسم أو النطق الاستشراقي للاسم لا توجد في العبرية كلمة كلمة تؤدي إلى شلومو شلمانو أو شلمة في التوراة باللغة العبرية يكتب الاسم شلمة وشلمة هو الوزن من شلمان سلمان عدن عدنان قحط قحطان هذا الوزن القديم شلمة وهو وزن يعني يتوازى مع الوزن العبري الواو والنون حور حورون صور صورون وهذا أمر مألوف ما يلفت انتباهي شخصياً أن النقوش الآشرين أنا أعطيتك 20 نقش الآن موجودة عندك نعم موجودة على الجهاز يتكرر فيها اسم مسلم من 1245 حتى 727 قبل الميليات هذا أمر مدفت للانتباه هذا الاسم وين يتكرر عادة في أسماء الأشخاص والذي في أسماء الأماكن في أسماء أماكن يعني في نقش لشلمان الصار الثالث وحتى الأول ترى صيغة أنا أنا مشلم وصيغة مشلم مردوخ مردوخ هو الإله الأكبر الإله الآشوري ترد في سياق عندما يقول شلمان الصار الأول أنه بنى التامبل أو المعبد معبد أو الهيكل جعل له ثمانية بوابات ثمانية بوابات ويقول أن البوابة المواجهة للجنوب البوابة المواجهة للجنوب سماها بوابة مسلم وهذا أمر مثير في حين سمى بوابة أخرى باسم ملك يهودي أو أحد الملوك الإسرائيليين يكين في النقش الآشوري يرد اسم مشلم وفي النقش في نص التورات يرد أيضا مسلم يعني في سيفر الملوك الثاني أم الملك اليهودي اسمها مشلمة أو مسلمة وأنا أعطيتك أيضا هذا النقش هذا يقودوني لأي استنتاج هل يقودوني لإستنتاج أن الإسلام قديم حسب النص القرآني أن إبراهيم كان مسلما ما كان إبراهيم النصرين ولا يهودي ولكن مسلم حنيفا نعم هل يمكن الإستنتاج بهذا الشكل وبالتالي أن هناك في ترتيب عصفي في الأديان مثلا أو في تسمير الأديان نعم أنا شخصيا أعتقد أنه آن الأوان لإعادة ترتيب الأديان والعصور هناك فوضى لأنه لا يمكن إهمال هذه النقوشة التي تسجل اسم مسلم يعني على امتداد قرون متواصلة أم ماذا يعني هذا لو طبقنا القصة القرآنية بلقاء ملكة بلقيس مع سليمان أسلمت لله مع سليمان رب العالمين أسلمت هذا يعني أن التسمية التي أطلقها سليمان أو شلمان على إحدى بوابات المعبد المواجهة للجنوب وهو يقول أنها مواجهة للجنوب لسمها مشلم أو كما قلت لك يعني أني في المقاطعة الجغرافية التي تعرف اليوم باسم جبل بحري وعزلة بني مسلم في نفس المكان الذي يتحدث عنه شلمان صر وهو العدين ولا يوجد يعني بكل تأكيد لا في فلسطين ولا في أي مكان بالعالم مكان يعني كبير أو يعني مديرية اسمها العدين فيها مقاطعة تتبعها عزلة جبلية تدعى مسلم تماما كما بالوصف كيف حدث هذا الالتباس أنا في تقديري أن اللبس ليس في النصوص الدينية النصوص الدينية واضحة حدث اللبس في قراءة النصوص يعني القصة التراثية الإسلامية عن بلقيس بين قوسين أو ملكة سبا وسليمان يعني لو أننا عدنا لأصل القصة وتتبعنا الطريقة التي رويت فيها من قبل المؤرخين المسلمين بالتتابع وبالتعاقب حتى العصر المملوكي يعني نحن نتحدث عن ما يجيه قليلا عن ألف عام من الآن الرواية الأولى أقدم نص من الروايات التراثية عن قصة لقاء سليمان بلقيس هي الرواية التي رواها كعب الأحبار لمعاوي أبن أبي سفيان هو كعب أبن منبه وهب أبن منبه هو صاحب الرواية ولكن كعب الأحبار هو الذي استعارى هذه الرواية من وهب أبن منبه ورواها لمعاوية ونسبها له يعني هو لا ينكر لا ينكر ذلك طبعا كعب الأحبار كان يهوديا كان من أحبار اليهود ثم صار مسلما هو يروي هذه القصة يرويها لمعاوية طبعا أنا يعني في تحليلي هذا النص كما يعني في الكتاب الجديد لاحظت أن هذه الرواية متأخرة جدا يعني هي جزء من التلفيق الذي صاحب كتابة الروايات الإسلامية بعصر متأخر يعني لا توجد بالحقيقة أي وقائع تاريخية صحيحة عن لقاء بين كعب الأحبار ومعاوية وأن رواه له هذه القصة في مجلسه هذه القصة رويت فيما بعد ثم نسبت لكعب الأحبار عن رواية لوهب بن منبه ستجد في هذه الرواية وهذا أمر مثير أن كعب الأحبار نقلل عن وهب بن منبه يقول أن أن سليمان لم يتزوج بلقيس بين قوسين بلقيس أمريكة سبا وأنها طلبت منه أن يزوجها لقيل من أقيال همدان وهذا شيء مثير نعم مثير فعلا لا شك شيء مثير أنه هي طلبت منه أن يزوجها لقيل من أقيال همدان هذه في الرواية هو لم يكن معروف أنه سليمان تزوج من بلقيس يعني لا لكن روايات الإسلامية المتأخرة فيما بعد يعني بعد بعد رواية كعب ووهب يعني نصل هنا كان في رواية بن عباس أيضا نعم رواية بن عباس ثم ثم ننتهي إلى رواية السيوطي يعني في العصر المملوكي في هذا في هذا العصر تجد روايات تقول أنه تزوجها سليمان وأجب منها داود هذه فوضى يعني يصبح داود هو ابن بلقيس وهذا كله تلفيق في الحقيقة لا أصل له لا في القرآن ولا في التوراة هذه الروايات كتبت بمراحل مختلفة بابتداء من 63 هجرية مع معاوية بن أبي سفيان حتى عصر الإمام السيوطي يعني العصر المملوكي يعني نتحدث عن يعني حوالي ألف وتسعة ألف وعشرة أو حتى ألف ومية يعني يعني طوال إذن أكثر من ألف عام كل مؤرخ مسلم يضيف تلفيقا جديدا على القصة طب خلينا نعود للالتباس الذي حارف الأسماء معين بلقيس وسليمان وشلما نصر هل نحن نتحدث عن شخصية تاريخية حقيقية؟ يعني هل شلما نصر هو النبي سليمان؟ أو النبي سليمان ألبس لباس شلما نصر؟ أو العكس؟ يعني أنا أمين في طوال تحليل النقوش وأنا فوجعت بوجود كلمة مسلم واسم شلما نصر يعني سأفترض أن المقصود بسليمان النبي قد يكون هو شلما نصر ولكن هو مزيج من عدة شخصيات ليس شخصية شلما نصر الأول لأنه الكثير من القصص الشعبية التي دارت حول قصة بلقيس وسليمان تتضمن تفاصيل لا وجود لها إلا في حياة بعضهم مثلا شلما نصر الثالث أو الثاني أو الخامس أو الرابع أو الأول يعني مثلا التفصيل المهم أن شلما نصر الثالث هو الذي قضى 35 عاما خارج أرض الرافدين أو بلاد ما بين النهرين والنصوص الآشورية تقول أنه أمضى كل وقته في السامرة وهذا أمر مدهش والسامرة المقصود فيها في اليمن في اليمن الشامير تحدثنا عن السامرة باعتبارها الشامير وأنه مات في أرض غريبة وهذا يطابق مع القصة القرآنية أن سليمان مات وهو يتوكع على عصاه يعني هذا يعني أن هناك صور متعددة من الشخصيات التي ظهرت في الإمبراطورة الآشورية شلما نصر الأول شلما نصر الثاني شلما نصر الثالث شلما نصر الثالث شلما نصر الرابع ثم الخامس بين قلوشين سرجون الثاني في كل قصة من هذه القصص هناك مقاطع يعني وجدت في الرواية التراثية هي تعود هل شلما نصر هي لقب للملك أم يتم تسمية الملك باسم متعرف على غير اسم الطبيعي هو لقب وليس اسم هو لقب الإله سلمان يعني هو تيمنا بإله السلامة إله الأمان ولذلك هو اسمه شلما نصر شلما أسر بالحقيقة بس هو الطريقة التي يكتب فيها الاسم غلط شلما أسر ولذلك تلاحظ أنه معظم اسماء الملوك الإمبراطورية الآشورية تنتهي نبو خد نصر أسر نصر وهذا اسم يدلل على أنه هذا لقب وليس اسما وأن اسم شلما نصر هو اللقب الديني الذي تتابع أو تعاقب على حمله عدد كبير من الملوك ولذلك أنا أمين للاعتقاد أنه هاي الشخصية نشأت بدمج عدة شخصيات وكما قلت لك لا يوجد أي أثر دال يعني مادي محسوس لأنه شيء اسمه بلقيس بلقيس هو اسم المعبد كما يقول سرجون الثاني في نقشه أنه هو الذي أسمى هذا المعبد غير يقول أنا استوليت على مدن الإسماعليين النقش لديك الآن نعم النقش موجود صحيح يقولك كذلك استوليت على مدن الإسماعليين وأنا الذي غيرت اسم هذا المعبد إلى بلقيس نعم صحيح وهذا أمر مثير إذا نتحدث نحن عن مكان لم يكن اسمه محرم بلقيس وأن السرجون الثاني هو الذي سماه محرم بلقيس وبالتالي نسجت القصة التوراتية والقصة الشعبية التراثية الإسلامية من الذاكرة الغنية لليمنيين الذين احتفظوا بالكثير من التفاصيل يعني أنا نتحدث عن كهنة هناك التفصيل الذي علاقه بالجن أن بلقيس كانت أمها جنية وأبوها إنسي وأخوها هي جميلة من فوق وتكوية كثير الشعر على الجرية هذه القصة كيف أدمجت أيضا بالرواية يعني كيف تم إسقاط أن بلقيس هي من الإنس والجن خليط وعندما تزوجها سليمان شاهد رجليها وبالتالي أدخل عليها قصص أخرى للتخلص من الشعر من هذه على أساقين هذه رواية ابن عباس وهي ذاتها عمليا في الجمهر هي رواية كعب الأحبار ووهب ابن المنبه ثم وصولا لكل المؤرخين الإسلاميين المتأخرين كانوا يقولون أن بلقيس هي نتاج ولادة الإنس مع الجن وأنه يولد ككائن مسخ يعني رجليها رجلي المعز سيقانها هي مشعرة وهي يعني كما تقول رواية ابن عباس حافر بهيمة يعني كانت لها حوافر البهيمة هذه القصة في العقيقة هناك مصدران رئيسيان في تشكيل هذه الصورة المثيلوجية المصدر الأول أن القبائل اليمنية وخصوصا قبائل جرهم كان لديها اعتقاد قديم هي تعتقد بزواج البشر مع الجن أو الملائكة وهذا ما يفسر لنا يعني الكثير من قصة التوراة يعني عن قوم لوطة الذين جاءهم الملائكة وهجموا عليه وقالوا خذوا بناتي خذوا بناتي قصة لك قالوا لا الله ما نشغل فيك احنا نقصد الملائكة يعني كان هذا نمط من الزواج في المخيلة الشعبية اليمنية القديمة نتحدث عن قبائل جرهم التي كانت تؤمن أنها من نسل الملائكة وأنها في الأصل لتاج زواج بشري مع يعني هذا هو اللي شكل هذا الدم هذا الخلط لكن الأساس الثاني أن هذه المرأة المشعرة التي لها حافر بهيمة هذه رواية متأخرة الغريب أنها ربطت بشكل تعسفي بقول للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو يسمع يعني بعض البسلمين يقولون أن ملوك فارس ولوا عليهم امرأة فقال الحديث الشهير لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة في هذا الوقت هذا الحديث الحقيقة مشكوك فيه هذا الحديث متى ظهر ظهر في الصراع بين علي ومعاوية عندما كانت عائشة وهي زوجة النبي يعني تماما كمان كانت بلقيس زوجة النبي زوجة النبي سليمان فكما جرى مسخ لزوجة النبي سليمان بلقيس بحيث أصبحت إلها حوافر البهيمة وكانت مشعرة جرى في هذا الوقت النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في إطار هذا الصراع الذي نشبه بين معاوية وعليه فظهرت بعض الروايات التي تزعم أو تدعي أن النبي قال خلينا نخرج لفاصل دكتور نعود لمتابعة القصة مشاهدين كرام فاصل ونعود لمتابعة الحديث مع الدكتور فاضل الرباعي في إطار حلقات فلو إسرائيل المتخيرة أبقوا معنا مشاهدين الكرام أهلا بكم دكتور كنا نتحدث عن تفاصيل الرواية التي علقت في علاقة النبي سليمان مع بلقيس وخرجنا بنتيجة أن هذه روايات كثيرة صيغت وصغل كثير حتى من التراث الفقهي الإسلامي لمحاولة تفسير بعض نصوص النص القرآني الآن بعد ما توضحت كل هذه القصة وأن شلما نصر له علاقة أيضا في بناء هيكل في منطقة صواح في اليمن وأن هذه الهيكل له أوصاف وهذه الأوصاف تقريبا تتشابه مع الأوصاف المذكورة في التوراة لهيكل الذي يقال بناه سليمان يعني من بين الأوصاف التي ترت في السجلات الأشورية سواء يعني السجلات شلما نصر الأول أو نقوش سرجون الثاني الإشارة إلى أنه يعني بناء أعمدة طول العمود أربعمية وثلاثة وأربعين ذراعا وفي الحقيقة لا يوجد مكان يعني معبد قديم ممكن أن يكون على شكل أعمدة شاهقة يعني سوى هذه الأعمدة الشاهقة اليوم التي نراها يسمى بمحرم بلقيس أو عرش بلقيس هل مازال مكان الهيكل الذي بناه سرجون هو المقصود به عرش بلقيس أو محرم بلقيس مازال قائم؟ مازال بنفس الأعمدة وبنفس المصطبات الحجرية العملاقة وفعلا تشعر أنه يعني البوابات في الأعمدة متجهة مثل ما يقول سرجون الثاني لثمانية اتجاهات من اتجاهات الريح بمعنى أنها يعني تغطي مساحة هائلة من الأماكن التي يعني يتجه إليها بوابات المعبد الآن لاحظ أن القصة القرآنية تتحدث عن صرح ممرد نعم صحيح عن عرش بلقيس في النص القرآنية يتحدث عن عرش بلقيس كان صرحا ممرد في النقوش الآشورية يتحدث أنه بنيته صرحا في النقوش الآشورية سواء شليمان الأول أو سرجون يتحدثون أنه بنيته صرحا هذا تماثل مدهش يعني في تماثل دقيق تقريبا في نقل الرواية الكرآنية عن الرواية التاريخية هذا يعني أنه المقصود بصرح الممرد عندما أمر الجن وقال لهم أنه يعني تأخرتهم أنه هاتوا لي عرش بلقيس يعني بين قوسين يعني العرش الملكي يعني هو طلب منهم أن يسرعوا في إعادة بناء هذا المكان لأنه هذا المكان يعني كمكان ديني كمعبد كان يعاد بناء مع كل حملة من حملات الآشورين ولذلك يعني سرجون الثاني يقول أنا استوليته على مدين الإسماعيلين وأعدت بناء يعني هذا المكان الصرح أعدت بناء وغيرت اسمه وأسميته بلقيس وهذا أمر مثير طب دكتور يعني أنه العقائد بقيت مستمرة وكل مرحلة زمنية سياسية كانت تحافظة على نفس المكان وتجدد نفس المعبد يعني نعم يعني لم يكن من أهداف الآشورين تغيير العقيدة الدينية للسكان الذين جرى غزوهم أو الاستلاع على ثرواتهم أو على أرضهم ولذلك يعني تقول هذه النقوش أنهم أعادوا ترميم أو بناء يعني هذه المعابد القديمة نحن نتحدث عن معبد صرواح هذا يعني أنه معبد قديم ولذلك في الحقيقة الأمر المثير للدهشة أن التنقيبات التي قبع بها علمان آثار في محرم بلقيس أو ما يسمى عرش بلقيس بينت أن هناك إصلاحات جرت ترقى إلى 850-900 قبل الميلاد جرت على هذا المكان وبالتالي يعني يصبح أمرا منطقيا قول السجلات الآشورية أن شلمان نصر أعاد ترميم هذا الصرح الممرد أي أنه أمر جنوده بأن يسرعوا في بناء هذا المعبد كما بالتعبير القرآني يعني من يأتيني بعرشها قالوا أننا نأتيك بعرشها بلا محطة طبعا تبدأ طرفك العينة هذا يعني أن الإصلاحات الأولى أو الترميمات الأولى التي جرت هي تعود إلى عصر شلمان نصر الأول 1825 قبل الميلاد ثم الترميمات الأخيرة هي مع سرجون الثاني الذي قال أنه أنا ثوليت على مدن الإسماعيلين وعد الترميم أو بناء هذا المكان وأنا الذي أسميتها بلقس أسمى المعبد الآن هذا المعبد سوف يعرف بأنه معبد الإله القمر وأنت تعلم أن الإله القمر من الآلهة الآشورية القديمة وهو الإله الإبن يعني حتى في عقائة اليمنيين الإله القمر هو ابن الإله المقة يعني نتحدث عن معبد المقة في سرواح أيضاً هذا المعبد العظيم نتحدث عن معبد مأرب الذي فيه عرش بلقيس عرش بلقيس في مأرب يعني نتحدث عنه نفس المعبد الذي كان يسمى عرش بلقيس أو معبد بلقيس هو أيضاً هو معبد للإله المقة لا المعبد المقة هو في سرواح كان في مكان العالي ولكن عرش بلقيس أقرب هو لمأرب نتحدث عن معبدين معبد الإله المقه هو الإله الأب إله العقل من كلمة مقه أو مخه ومنها كلمة ميخائيل أو مخئيل هو معبد الإله العقل ولذلك يعني سمي ابنه بعد أن تزوج من إلهة الشمس وهذا أمر أيضا يعني مثير للاهتمام أنه في عقائد اليمنيين كانوا يؤمنون أن الإله المقه تزوج إلهة الشمس وأنجب منها إله القمر وهذا بالمناسبة يعني يتطابق كليا مع صور ترت في التوراة تقول أن الإله يهو تزوج من إله الشمس تزوج منها أنه كان متزوج من إله الشمس على أي حال هذه هي البيئة لم تشهد بالحقيقة أي تغيرات دراماتيكية في العقائد الدينية القديمة على العكس من ذلك ولفت انتباهنا أن كلمة مسلم وإسلام التي هي يعني بكل تأكيد الآن أنا بتشملية تضح أنها يعني كلمة قديمة وليست حديثة بدليل أن هذا الاسم ما يزال حتى الآن في عزلة شهيرة هي عزلة بني مسلم وهي عزلة قديمة تريد في النقوش هذا يعني أن كلمة مسلم وإسلام هي كلمة قديمة وهذا ما الذي يدعوني إلى أن نفكر جديا بإعادة ترتيب الأديان والعصور أنه هناك فوضى يعني يعني هل المقصود بإعادة ترتيب أن هناك دين واحد وميلة المختلفة ولا كيف يمكن يعني ما المقصود بإعادة ترتيب تاريخ الأديان أنه كل هذه الأديان هي كانت دين واحد ولكن التعاقب الزمني التعاقب الزمني هو الذي خلق مشكلة يعني دعني أعطيك مثال عن نوع الإشكالية في هذا الترتيب إذا كنا نصدق أن اليهودية أولا ثم المسيحية ففي هذه الحالة يجب أن نسأل لماذا يؤمن بني إسرائيل بالمسيح وينتظرون المسيح إذا كانت المسيحية جاءت تاليا يعني جاءت بعد اليهودية فلماذا كانت عند بني إسرائيل عقيدة انتظار المسيح هذا أمر يعني ملفت للانتباه هذا يعني أننا يعني يجب أن نعيد ترتيب هذه الأديان وبالتالي ترتيب العصور هناك تداخل كما قلت لك بين الرواية الدينية والرواية الشعبية يعني أحياناً تعامل الرواية الشعبية أو التراثية بمنزلة النص الدين ولذلك الآن قليلون فقط ممكن أن يقبلوا منك لو أنك قلت أنه لا وجود لملكة اسمها بلقيس وأنه ملكة السباء لا وجود لها لا في التوراة ولا في القرآن ولا في الإنجيل أنها كانت تدعى بلقيس لأنه الذاكرة الشعبية الجماعية أقوى من المعتقدات طب دكتور هل يعني هل يعني هل اعتماداً على ما قلت وما قدمته هل يمكن الخروج بنتيجة كالتالي أنه الهيكل الذي يقال أنه سليمان بناه لا علاقة له بالكدس أبداً ولا علاقة له وليس بالجغرافية فلسطينية إنما بجغرافية اليمن وأن هناك أثار ما زالت قائمة لهذا الهيكل الذي يسمي بلقيس أو بعلقيس أو محرم بلقيس أبداً لا يوجد أي دليل لا من التوراة ولا من السجلات التاريخية يعني الآشورين يتحدثون عن أورشالين عشرات النصوص وأنا يعني أعتقد أني يعني يعني وفرت لك فرصة أنك تشاهد الكثير من هذه النقوش عشرات النصوص من السجلات الآشورية يريد فيها اسم أورشالين ولكن لا يوجد أي إشارة أن سليمان أو شلمان نصر بنى التنبل في أورشالين هناك ناس ثوراتي في الدكتور أنا قرأته بالتوراة المترجمة العربية أنه كانت السفن تنقل الخشب من سور إلى أورشالين نعم إذا ونأخذ فعلا نطبق هذا على الجرازة الفلسطينية أي وادي أو نهر أو بحر يربط سور مع القدس يعني هذا خارج كل خيال يعني يعني حتى لو أجد على الساحل طب من الساحل إلى القدس ما فيش طريق ما اسم صديق سليمان الذي يعني أهدى له الأخشاب اسمه أحيرم أو صحيح من هو أحيرم هذا؟ أحيرم من هو؟ يعني نحن نتحدث عن أن التحالفات التي جمت الذي يقيل أنه ملك صور في الرواية التوراتية؟ نعم الأحيرم أحيرم هو قبائل حرم أو حيرم الحميرية الجنوبية اليهودية اسمه حيرم ومنهم؟ يعني اسم الشاعر والفارس الشهير حريم بن أبي مالك أحرم أحرم حريم بن مالك الحميريون كانوا حلفاء للآشوريين كانوا حلفاء لهم وكانوا يستولون على مقاطعة قريبة على عزلة بني مسلم وجبل بحري وهي حتى اليوم تسمى عزلة الأصيور أو الصور 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 وهي منطقة شهيرة بجودة الأخشاب فيها أنواع مذهلة من غابات الأخشاب التي فيها ما يسمى القيقب أو القبقاب شجر القيقب وأشجار الأرز والبلوت فيصير أمر منطقي أنه أن هذا الملك الحميري الصغير أو القيل كان يزود شلم عن الصار طب هنا يقول أنه كانت السفن تروح يعني هذا يعطيك انطباع أن أورشالين التي كان ينقل أو المعبد الذي كان تنقل الأخشاب إليه موجود على منطق قريب من البحر أو على مصب مائه يعني الأصيور هو وادي منطقة الأصيور منطقة جبلية ووديان وبالتالي يعني العرب والتوراة تسمي كل نهر يعني وادي أو كل وادي تسميه نهر ولذلك بالعبرية كلمة وادي تكتب بصورتين نحل ها نحل بمعنى الوادي أو تكتب ها نهر النهر يعني معنى الوادي والنهر شيء واحد ولذلك هذه المنطقة هي منطقة مياه ممكن نقل الأخشاب منها فعلا إلى أورشالين لكن هذا شيء مختلف عن عن الجغراف الفلسطيني عن الجغراف الفلسطيني يعني أن الحلفاء الجنوبيين اليهود يعني القبائل وبناسبة هو قبائل حيرم أو إحرم أو قبائل حرام حرم يعني تخفيف الهمزة أولياء هي التي تم تنصيبها كملوك في حضر موت يعني في وقت متأخر من تاريخ اليمن القديم يعني كانوا ملوك لحضر موت هذا يعني نتحدث عن قبيلة كانت تسيطر على أهم مناطق البخور والأشجار وكانت موجودة في منطقة الأسيور في مديرية العدين سؤال أخير دكتور قماني أنت من الحلقة يعني من الرواية يبدوك أنه هناك اليمن هي كانت الشغل الشاغل للأمبراطورية الأشهرية نعم ما السبب؟ السبب لأنه الامبراطورية الأشهرية كانت تحتاج إلى أمرين يعني ملحين الأول أن تؤمن تدفق البخور بأسعار زهيدة أو حتى مجانا يعني يصلها كهدايا والبخور كما قلنا في حلقات سابقة يشبه بالضبط يعني اعتمادي اليوم الدول على النفط يعني على النفط لأنه لا يمكن لمعبد أو تقام جنازة أو صلاة أو شعائر طقوسية من دون البخور وذلك كان وجود البخور بالنسبة للأمبراطورية عامل حاسم ولهذا بنسبة سجلات الرومانية تقول أن ما كان يرهق الميزانية الرومانية هو كميات الهائلة من البخور التي كانت تضطر لاستيرادها من اليمن ويقال في هذه السجلات أن أكبر كمية أحرقت في بعابد روما كانت في زمن نيرون هذا يعني أن البخور كان عصب حياة المعابد الدينية هذا أورد ثانيا أن لا يوجد مكان على وجه الأرض يعني هو عبارة عن سلسلة من الجبال والوديان المليئة بالذهب والمعادن الكريمة والأحجار الكريمة وحتى النقوش الآشورية تتحدث أنه ما هي الهداية التي كانت يتلقاها أو الجزية كل النقوش الآشورية هاي لديك الآن يمكنك أن تمعن النظر فيها وتكتشف أنه كل إمبراطور في كل حملة يقول أني تلقيت الجزية من يكيني ومن مسلم ومن شخص كميات هائلة من الذهب والعاج والأخشاب الثمينة يعني شجر دكتور حديث شيك شكرا انتهى الوقت ونكمل لحلقة أخرى ونتابع في حلقة أخرى مشاهدنا الكرام شكرا على حسن المتابعة وللقائي في حلقة أخرى من إسرائيل المتخيلة مع الدكتور فاضل الربعي شكرا 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 شكرا